موضوع المنطقة الحرة يعني ما هي خلفياته أين وصلت مراحل إنجاز هذه المنطقة بين البلدين المنطقة الحرة هي أحد مخرجات القمة الثلاثية التمام اللي كانت نواتها في القاهرة في شهر ثلاثة عامان وتم التركيز عليها في قمة عمان بشهر ثمانية عامان وعشرين وتركزت أكثر في قمة بغداد اللي حصلت في نهاية شهر ستة عامان وعشرين من ضمن مخرجاتها هي ترجمت ترجمت القمم واللقاءات والزيارات ما بين المسؤولين العراقيين والأردنيين أو العراقيين الأردنيين ومصريين إلى مشاريع على أرض الواقع من ضمنها المنطقة الصناعية وأنا حضرت اجتماعات رسمية في عمان ما بين وزارة المعنيين وزير الصناعة والمعادل العراقي ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني قطعت أشواط كبيرة وأنا كنت أيضا حاضر اجتماع بداية العام الحالي في بغداد عندما زارت دولة رئيس الوزراء الدكتور بيش الخاصة وانا بغداد على رئيس وفد حكومة كبيرة في القصر الحكومي وكان دعم واضح من قبل دولة رئيس الوزراء أنه هاي المشاريع تمضي قدما وحتى كان توجيه أنه محاولة تجاوز الروتين وصلت أشواط أشواط قطعت أشواط كبيرة أحنا كتفاصيل فنية ما عدنا كسفارة أحنا مهمتنا كسفارة أنه نسهل أمور الوفود يصير التنسيق حضور الاجتماعات بس كأمور فنية هذه اللي جان فنية هي تجتمع وهي تلتقي والذوب أي عقبات بس معلوماتي أنه قطعت أشواط أشواط كبيرة بهذا الموضوع من ضمنها من ضمن الأمور اللي صارت يعني تعرفت محافظة الأنبار هي أكثر محافظة مستفيدة من هذه المنطقة بحكم القرب الجغرافي فمحافظة الأنبار يعني خصص مبلغ من موازنة المحافظة إلى موازنة الجدوى التسريع بيها والعمل على أنجاحها جل بقية مقرارات مؤتمر القمة الثلاثية اللي أخذ ثلاثة اجتماعات على مستوى القمة من القاهرة إلى عمان إلى بغدان الآن متابعة التنفيذ سنتحدث على المكان الذي أنت فيه يعني هل هناك لجان تعمل هل هناك مراقبة للأداء ما هي الأشواط التي قطعتها هذه اللجان خصوصا في عمان الوفود التي تأتي من بغداد وتلتقي الأكيد هي بعد قمة عمان اللي حصلت بالشهر الثماني الفين وعشرين تم الاتفاق بين الدول الثلاثة على تأسيس مجلس استشاري اللي هو يتابع هالمخرجات القمة ويتابع الزيارات الجانب العراقي يعني أو دولة الرئيس كلف نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط دكتور خالد بتال هو يكون رئيس المجلس الاستشاري العراقي الأردني المصري وعضوية طبعا المجلس عضوية وزراء وكلاء وزراء ومسؤولين وسفير العراق في الأردن وفي مصر مهمة هذا الفريق أو هذا المجلس هو متابعة الزيارات متابعة مخرجات القمم مخرجات الزيارات ورفع حب تقارير إلى القيادة العراقية للبت بيها فأكو متابعة حقيقية بهذا المجال وإحنا دورنا كسفارة كسفارة عراقية في عمان وسفارة أردنية في بغداد دورنا العمل على تسهيل هذه الزيارات على تدليل العقابات اللي ممكن تحصل الضمان نجاح نجاح الزيارات